السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الأول الإعدادي ومع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية وزي ما احنا شايفين النهار ده كده شرحوا حل من كتاب جيم الواحدة اسمها نحن نستخدم التكنولوجيا ونبدأ نقول بسم الله طبعا كالعادة أرقام الصفحات دايما فين في أسفل الصفحة هنا هوت هنا صفحة 186 نضع الأوراق في جهاز معين قبل من استخدمه طبعا هناك جهاز الواحد اللي عايز ورق برينتر الطابعة يعني ايه يا شباب MP3 بلاير مشغل الموسيقى يبقى زياد عنده مشغل موسيقى جديد اشترى لي حاجة معينة تساعدني في المذاكرة يبقى تابلت هما بيلتقطوا ايه سلبز وهبعتلك صورة حالا دلوقتي هنا طبعا جملة أمرية بيقولك ما تلتقطش صور لحد ما تغرفوش يبقى بيستخدموا ايه عشان يصنعوا نمازج بلاستيكية طبعة بس مش طبعة عادية اسمها ايه طبعة سلاسية الأبعاد اسمها ثري دي برينتر ثري دي برينتر عبارة عن طبعة تصنع نمازج مجسمة يمكنك ان تشحن موبايلك باستخدام الشاحن يبقى تشحن يعني تشارج اللي بيساعدنا ان نعمل كليك على الايقونات ونتحرك على الشاشة بتاعة اللابتوب او الكمبيوتر طبعا ده الماوس علي بيلعب جيمز على ايه الحاجة الواحدة اللي ممكن يلعب عليها جيمز هم الموبايل فون وايه اللابتوب طبعا لما حب اجمع اسماء مركبة اقول لابتوب وعن الاسم الجامعة فين في الاخر يبقى كومبيوترز طبعا الحرف الجر اوف ده يخلينا ناخد غاز من عندنا ايه انفرانت اوف يعني ايه انفرانت اوف امام يا فيه عندنا جهاز مشغل موسيقى امام اللابتوب لو انت شغال على الكمبيوتر بقول كليك لكن لو انت شغال على الموبايل بقول بعمل ايه تاب تاب يعني ان اضغط بصبوعي على الشاشة يبقى بعمل حاجة اسمها ايه تاب اما لو ماسك الماوس تعمل ايه كليك على الايكونات بتاعت الجهاز نروح على صفحة 187 هذا الكتاب مليان ايه معلومات مفيدة يبقى اسمها ممكن تاخد سلفي على موبايل لكن يبقى اسمها تيك سلفي لما البطارية بتاعتك تبقى منخفضة شحن يعني بستخدم ايه تشارجر اللي هو الشاحن تبعت ايه رسالة نصية اسمها تيكست ميسج صحبي اللي ابعتلي الصور اللي احنا تصورناها مع بعض يرسل يعني سند أول ما يقول للابتوب او كمبيوتر يبقى هنعمل ايه كليك اما لو جاب لي موبايل فون هقول تاب اصحابي بيستخدموا حاجة لكي يطبعوا الوجب بتاعهم نورا بتستخدم ايه او استخدمت ايه عشان تلتقط صور اكيد الكاميرا اي لايك تو كمبيوتر ستادز اتس ماي فاورت سابشكت ونخلنا في الواحد اللي فاتت عندنا لما اقول انا بزاكر رياضيات بزاكر مادة دراسية ينفع اقول كلمة ايه دو يبقى اي دو كمبيوتر ستادز يبقى انا فروم دي يعني من يبقى انا مش هينفع اقول ارسلت من لقول ايه استلمت من طلقيت من يبقى كلمة استلم او طلقة اسمها ايه ريسيف دو حتى جاي منها ريسيفور جهاز الاستقبال بتاعنا في البيت انا عاوز اتعلم ازاي اعمل كيكة يصنع يعني ميك المدرسين بيستخدموا حاجة في الفصل يعني لها اقلام خصوصة لها اللي هي white a board ودلوقتي كمان في بعض المدارس في حاجة اسمها smart board صبورة زكية نروح على 190 number one there any notebooks in my bag دائما لما يجي لجومة بتاع كلمة ذردي ابص على بعض النقط في كلمة notebooks يعني كرسات او كشكيل جمع او مفرد جمع مش ينفع is ولا ينفع isn't لان دول مفرد اتبقى اتنين are or aren't الجملة فيها any على طول انت جي فين في النفي والسؤال يبقى الجملة دي منفية بقى الصحة ايه there aren't any notebooks in my bag there is cheese on the table الجملة دي is bad ولا نفي الجملة دي is bad ايزا هيت مش ينفع كلمة any طب كلمة cheese لا تعد مش ينفع كلمة many ينفع ألط عايزة off ما تنفعش بقى الصحة ايه some either in b3 player طبعا مش ينفع هنا كلمة some some عايزة بعديها ام اسم جمع واسم لا يعد كلمة any مش ينفع عشان هنا عندنا برضو عايزة اسم يكون جمع واسم لا يعد يتبقى a ولا an طلبة كتير جدا بيقع في الغلطة دي يقول لي a m b3 اقول بلأ اسمها an m b3 ليه يا مستر لان اول صوت خارج من الحرف دوت هو حرف الاي يقول لك an em 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 يبقى في حرف ايه متحرك او صوت متحرك فيقول عندنا either an m b3 player سيبقولش عندنا ايه الزير ما لا بقول عندنا ام في حرف الايه ده اللي في الاول يعتبر صوت متحرك يبقى هنا اقول ايه an m b3 player at the moment في هذه اللحظة طبعا at the moment d الجملة اللي بعدها تبقى مدارع مستمر am is are and a g at the moment students to a story يبقى عايزين verb to be am is and are and g يبقى الصح are listening they are برضو في verb to be by and g they are making look out يعني احترس خلي بالك احذر يجي بعدها برضو am is and are and g المدارع المستمر وهسيب لك في اسفل صندوق الوصف تاعة الفيديو دوت رابط لشرح الوحدة الكام الرابع ابس ايه is coming there any mobile phones on the table طبعا هنا سؤال هنشوف كلمة mobile phones بجامعة ولا مفرد بجامعة يبقى عايزين verb to be جامعة يبقى are there there a lot of bread on the table كلمة bread يعني خبز وكلمة لا تعد اذا هي كلامة مفردة زيها زي المية لا تعد مفرد يبقى عايزين ايه verb to be مفرد يبقى there is she coming to class late خلي بالك coming هنا عايزة verb to be بس جايب لك ايه ظروف التكرار يبقى she is always coming to class late انتفقنا verb to be يجي قبل ظرف ايه التكرار always sometimes whenever وهكذا is there any nuts in the cupboard طبعا الغلطة هنا كلمة is مفرد ونطس هنا جامعة يبقى are there the drink at the moment at the moment من علامات المضارع المستمر والمضارع المستمر بيكون فيه am و is و are و ing بقى اضطر اقول من عندي are drinking we are eat طبعا هنا مش هينفع we are eating عشان برضو بربطوا بيه ing there isn't some sugar طبعا كلمة some تجي في الاس بات ما ينفعش اقول isn't بقول ايه is بس there isn't no milk in the bottle هنا في اتنين نافي مرة نافة بكلمة not و مرة بكلمة no انتفقنا لما حط كلمة no في الجملة ما ينفعش اقول كلمة not فهنخليها ايه there is no milk in the bottle he is busy at the moment he talks to a friend هو مشغول في هذه اللحظة يبقى بيعمل حاجة مضارع مستمر is talking i-n-a-g مع verb to be احضر اروح على صفحة 191 my children doing their homework at the moment نفس اللعبة اتي at the moment with children جامع و-i-n-g يبقى عندنا ايه are look كلمة look وكلمة listen لو جد في اول الجملة بعدها من مضارع مستمر present continuous بيتكون من am و-is و-r-u-n-g يبقى شي is a playing many rooms in your house خلي بالك ده سؤال ادي اول حاجة سؤال rooms جامع مش هينفع ولا is هنا ولا is هنا يتبقى اتنين are there ولا there are بما ان هو سؤال يبقى ايه are there فعلي مساعدة اول i cannot ask her now انا مش هينفع اسألها دلوقتي ليه اصلها بتعمل حاجة حالا دلوقتي she is sleeping now نايمة الان there water in the fridge كلمة water مفرد يبقى مش هينفع كلمة aren't خالص ولا كلمة are يتبقى isn't any ولا is any طبعا الجملة هنا لو قلنا there is water any مش هينفع يبقى there isn't any ايه water لان كلمة any عايزة نافي are there any apples yes there are هل يوجد اي تفاع فقال له yes اول ما قال yes هنا تحولت بجملة من سؤال الى جملة ايه خبرية بس مثبتة اللي ينفع تحت في الاسبات كلمة some yes there are some اصله some apples يعني which where is hand اين هند اين هند انت يعني فين هند دلوقتي قال له she a book in library بها بتقرأ كتاب حالا في المكتبة she is reading وطرع مستمر would you like tea هنا بقى في لعبة صغيرة لو كان سؤال بيعبر عن دعوة او طلب ينفع استخدم كلمة ايه صم يبقى كلمة صم دايما في الاسبات الا لو كان دعوة او طلب هنا بيأعزم عليه بيأعزمه would you like some tea تحب تشرب شوية شاي are there any printers قال له yes there one هل يوجد اي طبعات قال له ايوة في وحدة وحدة مفردة يبقى there is one are there some mobile phones اتفقنا ان كلمة some تيجي فين في الجمل الاسبات وتيجي في السؤال ايوة بس لو كان دعوة او طلب وده لأ ولا دعوة او طلب نحط ما كان ايه any هل يوجد اي موبايلات there is a mobile with you طبعا ده سؤال عشان فيه question mark هنبدل اقول is there a mobile she doesn't have some meat بما ان الجمله منفية مش هينفع some يحط any grand mark is read a book طبعا is verb to be بعدها ايه نجيب reading there isn't any potatoes طبعا جامعة بوتيتوس مش هقول isn't هقول aren't there are some egg طبعا some يعني بعض مش هينفع اقول بعض البيضة طبعا بيجي بعدها اسم جامعة واسم لا يعدي بقى some a eggs نروح على 193 في dialogue between jolie and jolie do you use technology at your school هل انت بتستخدم التكنولوجيا في مدرستيك قلت لها جملة i use tablets يبقى بتستخدم قلت لها yes i do قلت لها great عظيم which do you use the tablet in قلت لها in all subjects وضع حانا تقول لها في اي مادة تستخدم التابلت دوت يبقى which subject قلت لها in all subjects has your classroom got a smart board هل الفصل بتاعك في صبورة زكية فقلت لها عندنا جملة that's great يبقى لها ايوة yes it has عشان هنا في كلمة has that's great do you use mobile phone in the class هل ينفع تستخدم موبايلك في الفصل هقلت لها اجابة هقلت لها سؤال هقلت لها because we are not allowed ده غير مسموح يبقى فوق قلت لها ايه no i don't فقلت لها ليه why هقلت لها because we are not allowed to do that ممنوع نستخدم موبايل جوال حصة we usually use mobile phone to send message بنبعد برسائل نصية اسمها text message so is not making a video طبعا فيديو ايه نفوت video ايه شباب call video call يعني ايه يعني مكلمة video but she is talking to her friends لكن تتكلم معهم عادي في التليفون add the website and define some information ده بيقوله ايه بص على الموقع ده كده وايه دور على بعض المعلومات يبقى اسمها ايه look at the website and define some information طبعا كلمة دج يعني يحفر وكلمة tab يعني that is like the computer but it's easier to carry حاجة تشبه الكمبيوتر لكنها سهلة الحمل او الشي يعني يبقى laptop there is a keyboard to the laptop طبعا حرف الجارة ده بيخليني استخدم كلمة a next to يعني بجوار i listen to music on my mp3a player يعني مشغل الموسيقى we cannot move through computer screens without using لا يمكننا التحرق على شاشة الكمبيوتر بدون ايه بدون mouse there is cheese in the fridge انتفقنا ان كلمة cheese لا تعد اذا هي مفرد مش هينفع خالص كلمة r ولا كلمة a ينفع كلمة is الجملة موثبتة ولما انفقية دي إثبات يبقى there is some cheese in the fridge مش هينفع طبعا is any لان is إثبات واني بتيجي فين في النقل ونروح على صفحة 194 there any apples on the tree last year طبعا apples هنا جمع وزي السير بجملة مضارع مش ينفع كلمة is ولا ينفع كلمة has ولا ينفع ماضي بقى الصحة ايه a احمد his English book now now من علامات المضارع المستمر يبقى a m is or ing باي is reading نروح على السؤال الثالث سؤال correct are there some tomatoes in the fridge طبعا كلمة some ما الجيش في السؤال زي كده بتيكي في الدعوة بس أو الطلب يبقى هنا نحط كلمة a any هل يوجد اي طماطم في التلاجة no the reason نفيه يبقى عطول any خلاص تعلمنا she is verb to be طبعا sleeping متنفعش الوحدة لازم verb to be يبقى is a sleeping في هنا براكراف وصف الفصل بتاعك تعالنا نشوف عندنا حكا لابنا ايه كان الأول عنوان اسمه description of my classroom بقلنا my هنا ليه عشان بتكلم على فصلي انا قلت my name is علي i am in prep school my school is big and modern مدرسة كبيرة وحديثة it has many classrooms فيها فصول كتيرة my classroom is large فصلي واسع it has many windows في شهابي كتيرة there is a smart board in front of the class في مقدمة الفصل الصبورة ذكية there are two laptop computers في اتنين laptop naked to the board جنب الصبورة there is a printer to print our project نطبع عليها شغلنا ومشروعاتنا there are many discus for the students في دسكيات كتيرة أدراج يعني للطلبة there is a book shell في رف كتب to put some books on I like my classroom very much دي يا شغل طلبة أفكار لو وصف الفصل عاود تزود عليها أنت براحتك ممكن تزود عليها جمل تانية كتيرة زي ما أنت عاوز تعال عندنا نشوف صفحة 2001 when you leave someone you can goodbye to him عندما تغادر أحد الأشخاص يعني هتسيب حد وتمشي you can wave goodbye يعني ايه تشاور كده بأيديك تقوله ايه مع السلامة my father is a firefighter أبي رجل أطفاء he always wear his spell بزي كده مميز لي uniform at work I love I like walking and watching trees and flowers اللي بيحب يمشي ويشوف الشجر والورد بيحب nature nature يعني الطبيعة طبعا تكنولوجيا لا تكنولوجيا أسترونومي علم الفلك لا history nature طبيعة lots of young people spend much time talking the phone كتير من الناس الشباب بيقضوا وقت كبير جدا في الحوار أو في التحدث على التليفون باسمها on جميع الأجهزة التكنولوجية بتاخد حرف جر on the mobile on the phone on computer on the internet on the laptop وهكذا students should learn how to technology in school يبقى كيف الطلب التعلم كيف يستخدموا التكنولوجيا يبقى use at nine o'clock there is a cold animal world on TV الساعة تسعة في برنامج على التليفزيون اسمه علم الحيوان يبقى اسمه program I eat my sandwiches at باكل امتى السانويش بتاعتي في اللونش time وقت الغداء he is a kite بطير يعني flying طير طير وراء if I want to ask my teacher a question عندما أريد أن أسأل مدرسي سؤال I put my hand أرفع عداية فين عاليا نبقى Our teacher is very friendly معلمنا ودود He always at us دائما يبتسم لنا smiles at us When you don't know the meaning of the word عندما لا تعرف معنى كلمة You can use your dictionary dictionary يعني قموس You should have a hobby to do يجب أن يكون لديك هواية بس have a hobby ونروح على صفحة 222 How long did you in Alexandria two weeks طبعا كلمة يديد هنا يا شباب يجي بعدها مصدر كلهم مصدر قصد يقول لك هتقعد في سكندرية قال له أسبوعين تمكس أو تبقى أو تقيم اسمها stay Mona is smiling طبعا smiling at her baby sister I like writing my pencil أكتب بألم الرصاص with my mobile is similar similar تقضح فجر two similar يعني يشبه يعني يبقى mobile يشبه mobile ونروح على number five never your mobile phone more often it will break اللي ممكن يقصر mobile لك إنك تتوقع كل شوية اسمها drop put on your jacket it's very today put on معناها ارتدي ارتدي الجاكت بتاعك لأن الجواهي بقى بارد النهارده يبقى number seven my favorite is reading reading طبعا دي هوية بقى new made our life easier طبعا التكنولوجيا الجديدة كعالات حياتنا اسهل يبقى technology never to your friend during lessons أوعى تتكلم مع صاحبك أثناء الحصة يبقى talk my sister can hear own clothes by herself أخت الصغيرة بتقدر ترتدي ما ينبسها الوحدة هيبقى she is listening to music on her mp3 player she is a good يعني هي تستمع إلى موسيقى في مشاغل الموسيقى she is a good a أي علاقة الموسيقى بقى بلدول إنها ممكن تبقى dancer بتاع فطرقص a كوي can you bring me a please ممكن تجيب لي من فضلك كذا طبعا هنا مشروب يعني a drink ممكن تحضر لي مشروب يعني نروح على 224 sitting next to your best friend فهنا عندنا ده سؤال والسؤال مش ينفع يبدأ بكلمة you يبقى نحزف you do you are يتبقى do you ولا are you شايفين هنا في ing يبقى ينفع verb to be are you sitting is she برضو verb to be writing what are you برضو verb to be يبقى they using برضو verb to be يبقى are they using a tablet at the moment ونروح على number five making a video call at the moment طبعا هنا سؤال يبقى هنبدأ بverb to be عشان في ing يبقى is salma making video call at the moment she is lunch for her family هي بتعمل تطبخ يبقى verb to be ing cooking my young sister dinner with us today النهار ده بس ضرع مستمر خلي بالك يبقى عزم verb to be ing ينفع aren't having isn't having ينفع are having لا مش هينفع لي mister عشان sister مفرد يبقى الصحة isn't having بيجري ولا بيمشي ده هو بيجري هو مش بيمشي بصح isn't walking هو لا يمشي الآن لأنه ايه بيعمل الفعل ثاني خالص اللي هو الجري الكتاب اللي انت بتقرأ حال عند رحلات يبقى عندنا سؤال أداة استفهام عزم فعل مساعد يبقى فتما مدنع مستمر بيحصل دلوقت يبقى عايز بربي وإن جي بقى what are you doing what are you doing are you grand ball sitting under the tree are جمع و grand ball جد مفرد يبقى is تم صح يا مصر أقول لك بس ده سؤال يبقى لازم نعكس نبدل الفاعل ده مع الفاعل ده يبقى is فتما using any technology نروح على صفحة 205 برضو نفس الكلام سؤال ودي كلمة working ing يعزم verb to be are what is now طبعا is verb to be ing happening where is going now نفس الكلام going يبقى ing verb to be is taking a selfie طبعا ده تكوين سؤال وفي ing يبقى هنبدأ is she taking a selfie مه أنسامي خلي لك انهم جمع وفي عندنا كلمة now مدرع مستمر they are sleeping خلي لك انهم نايمين ينفع يبقوا نايمين وتفضع تلويزيون لا الجملة دي منفية they aren't هل هي بتمطر وفي نفس الوقت مش مسه لا يبقى مندي منفية it is not raining night right now it's sun are you studying now هل انت بالزكة دلوقتي تفقنا كل ما يشوف are you في السؤال بجاوب بكلمة I am are your friends برضو أدي are they're to be by energy staying هل أصدقاء يقيمون في فندق he doesn't flying a kite برضو I-N-G مش هل doesn't تبقى isn't what is she eating I-N-G عشان في verb to be why aren't your brother brother مفرد يبقى why isn't نروح على number four my children not listen to the radio now now مضرع مستمر يبقى I-M is and R and children are not listening to the radio now are not listening aren't listening are you playing a game no I-Am تفقنا لما لأي are you بجاوب بإيه no I-Am not عشان في نفي هنا يا شباب are you taking a selfie no I-Am not writing an email يقول له هل انت بتلتقط صورة سلبة دلوقتي قال له no أنا بكتب email يبقى جمنا هنا ايه في اثبات I-Am writing an email نروح على 207 what are you doing وقل بتعمل ايه وقل دلوقتي فقال له I chase online يبقى أنا بلعب chase الآن خلي بالك كلمة doing هنا تكبر نقول ايه I-Am playing عشان في are you بيت I-Am playing who are you playing with تلعب مع مين I-Am playing وقال له شخص معين تحت قال له جون ووضح نفوق لبالعب مع جون فقال له جون is he من هو جون دوت يبقى who is he he is my English friend ده صاحبي الانجليزي do you have other friends هل عندك اصدقاء اخرين هيقول له هنا اجابة فسأل اسأل هل انت بتبعت لهم من دلوقتي قال له yes هنا معانا انه عنده اصحاف فوق بقول له yes I-Do فقال له عندنا هل انت بتبعت لهم من دلوقتي فقال شايف I-Am هنا يبقى نيستخدم من كلمة ايه كلمة are are you sending to them now أنا راح فين طبعا اخذ كلمة دي اقطع هنا في الاجابة راح المكتبة فهاني سألها سؤال قلت له توريد اتفقنا لما لاقي السؤال اجابته كلمة أسأل بإيه لماذا يبقى واي توريد بق طبعا انت بقى رايح فين طبعا عشان قال له هنا يبقى هلعب مبارا في سؤال شايف كلمة دي اي 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 بتلعب دلوقتي فريق المدرسة فقال لا هنا جابة مثبتة هيت قلت لك حظ اي حظ طيب لك نروح على صفحة اتنتين وتسع يا شباب طبعا مش هقولك بتعملي كباية مية دي بتحضر لي لو لازم يرتادوا حاجة معينة عشان روح المدرسة اسمه زي موحد عندما تريد ان تسأل سؤال في الفصل يجب ان ترفع ايدك او تضع يدك عليه يبقى اسمها put your hand up في الفصحة الفصحة انا مش بنزل بحض اللعب على موبايلي يبقى ايه الحيوان اللي هنا الصغير خالص مش الجمال ولا الزرافة ولا الاسود يعني حشرات بجي بعد اي ان جي كلهم اي ان جي بس انا اجلس تحت شجرة في الحديقة باسمها ايه طبعا هنا بحب البس الحزاء الاسود ونروح على صفحة متين وعشرة خلي بالك ان دا سؤال وبالتالي هيبدأ بفرب عشان فيه عشان فيه ايه جي جي فاقول ليلة فاقول السؤال ولا دز ولا ليلة دز يبقى الصحة ايه ليلة ناديا عند احمد توزا كلاب ناو ناو يعني مدرع مزدمر بيحصل دلوقتي زي ار جوان توزا مول هم هيروحوا النادي ويروحوا المول في نفس الوقت يبقى اكيد بجملة دي ايه منفية يبقى هما مش رحيين النادي هيروحوا ايه المول طبعا هنا عشان فيه بيرب تو بي اخد اي 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 جي توينج مش ينفع مصدر يبقى بلاينج طبعا هقول ليلة عندنا هنا عشان دي جمع علي نفس اللعبة يبقى طبعا في تكونين السؤال على استفهام وعن فاعل مساعد وفاعل نعكس بقى نقول ايه انت بتعمل ايه في البيت للوقت حالا يبقى ازا هنستخدم كل الجمل مدرع مستمر بيرب تو بي اي اي جي اعلم نشوف احنا كذب ايه كده طوله النهارده وانا قاعد في البيت اساعد امي انا بساعد في المطبخ بخسر الاطباق نظف المطبخ بحب الموسيقى يبقى انا بنظف المطبخ بخسر الاطباق وانا بسمع موسيقى وبتكلم كمان مع صحافة الالفون في نفس الوقت بساعد امي في عمل الغداء بنطبخ رز وسمك الغداء بحب الوك برضو ممكن تقول افكار تانية ممكن حد يكون بلعب ويسمع موسيقى بيكلم صحابه وهكذا فعلا عندنا نشوف صفحة ميتين وخمستاشر بستخدم حقا كهربائية في البيت اصنع بها ايه في نجام الشاي اللي هي كتل اللي هي غلاية الشاي اكتب لنا بعض التعليمات لصناع كبات شاي اسمها تعليمات او خطوات قرة القدم هي اللعبة الاكثر شعبية معظم الناس تحبها اسمها popular يعني شعبي او محبوب التليفون بيرن منفضلك رد عليه بانسر ات ماما دايما بتبقى اللي انا علي لو انا اتأخرت الان يعني ووريت بليس سارة منفضلك يا سارة انا عايز اتفرج هنفتح التليفزيون واسمها turn on الخوية الصغار بيحب الطبيعة عشان كده بيقضي وقت جهير جدا في الحديقة يبقى nature طبعا كلمة furniture يعني يلعبش بتاع البيت و future يعني المستقبل و culture يعني الثقافة اسماء doesn't make calls اسماء ما بتعملش من قلمات فيديو يبقى video calls the match looked our team played very well المتش يبدو انه شايط جدا وفرقاتنا بتاع عب كويس جدا يبقى اسماء interesting المعلم طلب مننا نعمل نصنع لوحة عن الطعام الصحي يبقى اسمها ايه make لابتوب are examples طبعا examples حرف الجراب تاعها ايه of اللي هي be last year i went to a new school and friends with lots of people يبقى انا السنة اللي فاتت رحت مدرسة جديدة وكونت صدقات صنعت صدقات اسمها made نروح على صفحة 216 it's important to keep your secret on the internet مهم جدا انك تخلي كلمة السر بتاعتك كلمة سرية على الانترنت يبقى اسمها password it's important to save online من المهم ان تبقى آمن على الانترنت تبقى يعني stay you have to water to make عليك ان تغلي المياه لعمل شاي يبقى don't tell anyone your information لا تغبر احد بمعلومات شخصية اسمها personal information when i have a problem i ask my parents or my teachers help علمة ask لما اطلب من حد حاجة بتاخد اي حرف جر فور معنا لو عندي مشكلة بطلب مساعدة ومعاونة من مين من احد الوالدين او المعلمين بتوعي my sister can't اختي يمكن تعد الشاي يبقى make never make friends with people you don't know online لا تكون صداقات مع ناس انت متعرفهم ش على الانترنت her father is not sitting under the tree الاب لا يجلس تحت الشجرة he is a kite ده بيعمل ايه بطيار طيار flying what hobbies do you طبعا هنا تؤدي او تعمل اسمها ايه do i don't agree كلمة agree يعني وافق يبقى غير متفق مع الناس people who says the technology wastes our time بتقول التكنولوجيا بتضيع وقتنا يبقى اسمها agree with my father wanted to take my teacher's number to call him يبقى ابويا عاوز ياخد ايه رقم التلفون بتاع المدرس يبقى اسمه telephone number our english book interesting so lots of people use it يبقى كتاب الانجيز بتاعنا كده يبدو ان هو شيق يبقى looks طبعا كلمة look لاب ميجي بعديها صفات يبقى معانا يبدو يبدو كتاب شيق عشان كده كتير من الناس بيستخدم نروح على page 218 218 don't noise please لا تصنع الوضاء اسمها make noise number two not play in the classroom يعني ما تلعبش بالفاصل لابعا جملة منفية هقوله في قمة الامري بقول عندنا don't وفي الاسبات بقول عندنا فعلى مصدر زي يقول play فهنا عشان فينا في جاهز هقول بقى do بس بقى do not play in the classroom a glass of milk every day to be fit بيقول اشرب او تناول في كوب من اللبن كل يوم لكي تكون with you it's raining outside خد معك شمسية عشان بتمطر يبقى betool خلي بالك betool بعدها في قمة يبقى انا بنبهلها بقول لها يا betool وبعدين قلت لها فعل امر فعل الامر لازم يكون مصدر يا شباب sit down please I'm ready to begin teaching انا هبدأ الحصة please وعن في فعل امر your mother in the kitchen من فضلك او من فضلك ساعة دي موان في المطبخ يبقى فعل امر مصدر يبقى your notebook يقول له افتحوا الكتب افتحوا كشكيل افتحوا كرسات يبقى open فعل الامر بيكون مصدر دايما سواء في الاسبات او في النفي معناها كده لا تطعم الحيوانات في الحديقة ده شيء خطير جملة منفية جملة امر منفي اسمها don't في الامر say unkind things to your friend برضو عندنا بيقول له فعل امر او هتقول لحد من اصحابك كلمات سيئة او كلمات غير لطيفة بيقول له never say unkind things it's very hot opening the window please بيقول له الجو حر افتح الشباك من فضلك ده فعل امر بيكون ايه مصدر يبقى tell people your password طبعا هل ينفع قول لحد قول الناس كلها كلمة سير بتاعتك لا بقول له don't don't tell doesn't give فعل الامر لكلمة don't يا شباب دايما نبدأ بكلمة don't يبقى don't give your personal information to anyone first putting some motor in the kettle طبعا هنا فعل امر يبقى put this مصدر please do that again it's too bad حاجة سيئة جدا هقول له وعملها تاني ولا قوله متعملهاش يبقى don't do that again روح على صفحة اه متين وتسعة عشر علي وبرضو بعدها كما بيسمها النداء يا علي this book in your bag تفقى انا بقى فعل الامر دايما ايه بيكون مصدر بس يبقى put talk to people you don't know online لا تتحدث مع اشخاص لا تعرفهم يبقى قول a don't please من فضلك the door when you go outside اقفل الباب لما تخرج يبقى close swim in this lake او عطعوم في هذه البحيرة النفي بكلمة a don't فعل الامر دايما نفيه اما don't اما never وبعده دايما مصدر علي وبرضو في كما في نداء here please يبقى come here please your sister with the homework باسل let her do it by herself معنى بجملة اوعد ساعد اختك في الواجب يا باسل خليها هي تعامله بنفسها ده امر منفي يبقى don't help always your teeth regularly عليك دائما ان تخسل اسننك بانتظام فعل امر مظبط يبقى brush the instructions carefully اقرأ التعليمات بحرص يبقى اسمها read فعل امر مظبط late for school الاوعد اخر عن المدرسة اللي ها ايه don't be late for school keeps your password secret برضو فعل امر مظبط يبقى مش ينفع في اس بيكون مصدر بس يبقى keep don't eat هي طبعا هنا بعد كلمة don't يبيجي مصدر هنا ات في الماضي بقول don't eat please to write your name on paper من فضلك اكتب اسمك فعل امر بيكون مصدر من غير تو يبقى write bringing me a glass of water بيقول له احضر لي a glass of water طبعا هنا احضر لي فعل امر مظبط وهيكون مصدر برضو يبقى bring بس فعل امر مظبط او من في يا شباب بيكون مصدر بس i'm sorry i didn't hear you please sit that again طبعا بطلب منه طلب او امر يبقى اوله say مصدر sit down and opens your book طبعا اجلس وافتح كتابك افعال امر كلها بتكون مصدر يبقى open بس طبعا افعال الامر يا شباب سهلة جدا نروح على صفحة 212 روان بتتكلم مع علي do you have a mobile phone هل عندك mobile phone yes i do it's in my موجود فين في الشنطة my bag فروان قايت له do you charge your mobile قال لها with a قال له ازاي بتشح موبايلك يبقى how قال لها with قلنا انا بنشح موبايلاتنا بإيه charger سؤال do you use an mp3 to listen to my favorite music عشان اسمع الموسيقى مفضلة واضح ان كلمة to زي كلمة because يبقى اسأل بإيه why can we take a photo together ممكن ننتصور مع بعضنا فهيقول لها إيه yes of course أو yes we can thank you a lot you are welcome please don't tell anyone من فضلك لا تغبر أي حد we have to keep it علينا ان نبقى هذا الامر إيه سر يبقى عندنا secret is a word عبارة عن كلمة or number أو رقم معين you used to go on to a website عشان تدخل على موقع معين زي الفيسبوك مثلا بيستخدم حاجة اسمها إيه password save online is very important أن تبقى آمن على الإنترنت شيء مهم بقى staying safe you should follow your teachers inside classroom عليك أن تتبع تعليمات معلمك جوى الفاصل instructions تعليمات my sister is a video call with my cousin verb to be بعدية ing وكلمة فيديو يقول تاخد a making when you meet your friends you have to hello with them عندما تقابل أصحابك عليك أنت إيه تحييهم اسمها say hello a few minutes preparing yourself for exercise يعني قضي بعض الوقت عشان تعمل إيه تحضر نفسك لإكسرسيز بيقول له spend a few minutes preparing yourself سخن يعني أو اعمل إحماء قبل إيه تدريبة number nine to make a video call your tablet on عشان تعمل مكملة فيديو لازم تفتح الأول التابلت اسمها a turn فعل أمر إيه مصدر for help from a parent or a teacher أطلب المساعدة من أحد الأبوين أو معلمك يبقى ask ask يعني أطلب don't making friends with people you don't know online تفقنا أن كلمة don't بعدها مصدر فعل أمر من في يبقى make بس didn't speak loudly تكلم ده واحد بيقول له التاني روح للمحل واشتري سكر ده فعل أمر كلها يبقى go محمد وفي كما يا محمد keep your password secret مش ينفع keeping عشان ده تعليمات يبقى 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 كيف كده في براقراف عن using technology استخدام التكنولوجيا كده عندنا البرقراف ده يا شباب technology is very important our life تكنولوجيا مهمة في حياتنا we use it every day in many different ways نحن نستخدم تكنولوجيا كل يوم وطرق كثيرة مختلف استخدم التابلت عشان نذكر دروسي على الانترنت استخدم موبايل عشان نلعب عليه أبي استخدم الحاسب الآلي العمل عمل شغله يعني أختي بتستخدم مشغل الموسيقى بتاعها عشان تسمع موسيقى ومها بتستخدم موبايل عشان تتكلم مع أسرتها واخويا الصغير بيستخدم موبايله عشان ياخد صور مع أصدقائه وممكن تقول بقى أنت أمثلة كثيرة جدا على استخدام التكنولوجيا يا شباب تعالى عندنا نشوف الامتحان الخاص بالوحدة جودي بتكلم ليلة أنا في مكان مع عائلتي تعمله هناك واضح أنهم في مكان في شجر وليكن مثلا جاردن أو بارك فأتلاها عندنا هنا يا شباب بتعمله هناك واضح بتعمله هناك يلا عشان في جبنا بعد مفاعل هل أخواتك كمان عادي معاك يبقى السؤال هناك بكلمة are بلعب بقرة قدم هل الأب يبقى معاهم مش عارفين لسه ده هو مش هنا أصلا يبقى جملة لنفي عنده النهاردة شغل والأم بتعمل ايه بتجيب لكوباية مية واحد السؤال الثاني قطعة تكلم على how to be save online إزاي تبقى آمن على الانترنت طبعا نشاب هنا القطعة مهمة جدا لإن عليها ده براجراف يجي بآخر السنة لكي تبقى آمن على الانترنت عليك أن تتبع بعض التعليمات الهامة استخدم كلمات سر قوية وتكون تحتوي على صعب أن حد يعني يخمنها هنا كلمة جسي وخمن تحتوي على حروف وأرقام ورموز رموز اللي هي عزي كلمة آت وعلمة التعجب وكلام وانده الشباك وكلام ده كله تخلي كلمة سر سرية محن تعرفها وغيرهم باستمرار غير كلمة السر باستمرار يعني ما تكونش صديقات مع شخص أنت متعرفوش أصلا في الحقيقة ما تعملش شارك معنواتك الشخصية مالحد زي العنوان رقب اليفونك مع شخص متعرفوش بلاش ترد على مكالمات او مقالمات فيديو من شخص او مقالمات لو في حد بدايقك او في شيء مقلق على الانترنت تلا بيرانت كلم احد الوالدين او را تيتشر ازاي تخلي كلمة السر بتاعتك صعبة ان حد يخمنها انك تستخدم مكس من الليترز قلنا باي يوزن لتر نمبر تعمل لو انت الان اقول كده للمهم تتبع هذه التعليمات على الانترنت اقوله to stay safe online باسورد should be كلمة السر يجب ان تكون سرية او قوية سوري يبقى your telephone number is information رقم تليفون يعتبر معلومة شخصية اسمها personal information you can ask you for advice تطلب من النصيحة من parents or teachers روح على choose it's important to stay online stay safe i'd like to a selfie in front of the river كلمة التقط صورة يبقى video games is my favorite hobby يبقى on the icon on laptop طبعا اللي laptop يبقى فيه هنا click the printer is to the laptop وفي كلمة to يبقى next to نروح على number six i on the icon many times but the mobile didn't work خلي بالك قلي موبايل وقال كلمة icon يبقى انا لمستش الايقون دي كزا مرة بس المضوح المشغال يعني فيه عدد من السيدات اكتر من الرجالة في المكتب دوت خلي بالك ان كلمة women هنا جامع يا شباب يبقى talk to the library again كريم طبعا هيقول له اتكلم في المكتبة التانية كريمة ولا ما تتكلمش يبقى جاملة دي منفية don't talk is read book now now مدرع مستمر read ing مفعود reading there isn't some laptop in my classroom isn't enough يبقى يبقى any is there any tomatoes in the bridge طبعا قلنا من شوية tomatoes جمع يبقى إيز غلط يبقى آر عشان جمع نروح على البراجراف how to stay same online كيف تبقى آمن على الانترنت قلنا كده it's very important to use the internet but we should be careful when we use it عن الجملة مهم جدا استخدام الانترنت لكن يجب أن نكون حرصين وإحنا باستخدامه you should follow some rules and advice عليك أن تتبع بعض القواعد وبعض النصائح keep your password secret احتفظ ب الكلمة السر تكون سرية don't tell anyone about it ما تقولش لحد عليها خالص don't make friends with people you don't know تكونش دلقات مع حد أنت مش عارفهم don't tell people your personal information ما تقولش لحد معلومات شخصية like telephone number زي تلفونك birth date تاريخ ميلادك or address عنوانك don't answer calls or video calls from anyone you don't know تستقبلش مكلمات فيديو أو مكلمات حتى من شخص متعرفوش if you are worried about something لو في حاجة بتعمل لك ألق على الانترنت tell your parents or teachers اخبر أحد الولدين أو المدرسين بتوعك وممكن طبعا أنت تزود أفكار زي ما تعودش بابه هنا على البراجراف ده كده الحمد لله خلصنا شرح وحل الواحدة الرابعة من كتاب جام تمنى أن يكون الفيديو مفيد لكم من التوفير للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر